فتاة جامعية محجبة تقية ملتزمة بأوامر الله وطاعته تقدم لخطبتها ابن خالها التقي أيضا والحافظ لكتاب الله ولكن والد الفتاة رفض هذه الخطوبة رغم قبول ابنته فقالت له بكل أدب يا أبي أذكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض غضب الأب من ابنته وقال لها لقد ذكرت أختك هذا الحديث منذ عامين وتزوجت بمن أرادت وها هي الآن تعيش في فقر وحاجة استغفرت الفتاة ربها وقالت لأبيها ولكن أختي منذ أن تزوجت وهي في سعادة لا توصف والسرور لا يفارقها مع زوجها وصغيرها السعادة يا أبي في رضى الله عنا أصر الأب على موقفه وبعد أيام قليلة طلب منه صديقه في العمل الموافقة على خطوبة ابنته لابنه فوافق الأب وأخبر ابن صديقه أن ابنته تريد شابا تقيا وعليه أن يقنعه بالتزامه عند مجيئه للبيت وعند عودة الأبي من العمل أخبر أسرته بقدوم صديقه وابنه لخطبة ابنته في الغد وطلب من ابنته عدم التسرع في القرار ورفض الشاب إلا بعد الحديث معه وفي الغد جاء الشاب وأسرته وجلس مع الفتاة بعض الوقت يتحدث في بعض الأمور ويوضحها ببعض الآيات والأحاديث وأثناء جلوسه كان أذان العشاء فاستأذن من الفتاة ليصلي في المسجد ويعود إليها ورغم شك الفتاة في بعض تصرفات الشاب إلا أنها وافقت على الخطوبة لتتأكد من صدق تصرفات الشاب كي لا تظنمه وبعد يومين من الخطوبة اتصل الشاب بالفتاة أربع مرات وفي كل مرة لا ترد عليه وفي المرة الخامسة ردت عليه فعتبها غاضبا بقوله أعتقد بأني شاب غني ووسيم تتمناني كل فتاة ولا أقبل هذا التجاهل منك لماذا لم ترد على اتصالي طوال اليوم لا بد أن هناك أحد غيري إن شغلت به عني قالت الفتاة بهدوء من المفروض أن تبدأ حديثك بالسلام عليكم وسوف أرد على آخر كلامك فعلا في الأربع مرات كنت مشغولة بغيرك وعندما أكون معه أنسى الدنيا بما فيها ولا أرد على أي اتصال رد الشاب بغضب تقولين هذا الكلام بعد يومين فقط من خطبتنا أعتقد بأننا لن نكمن هذه الخطوبة وسأتركك لمن تنسين معه الدنيا قالت الفتاة بنفس الهدوء جزاك الله خيرا هذا أحسن ما قلت وكم أنا سعيدة باتصالاتك الأربعة التي كشفت حقيقتك وجعلتني أصر على عدم إكمال الطريق معك لقد اتصلت في الأوقات التي أكون فيها مشغولة مع من أحب وأنسى كل شيء من أجله لقد كنت مع الله لأنك كنت تتصل بي في أوقات الصلاة المرة الأولى وقت صلاة الظهر والثانية وقت صلاة العصر والثالثة وقت صلاة المغرب والرابعة وقت صلاة العشاء وهذه الأوقات أكون منقطعة فيها تماما عن الدنيا وما فيها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وأنا لا أستطيع أن أرتبط بإنسان لا تربطه صلة بالله ثم أغلقت هاتفها وأخبرت أسرتها بعدم إتمام الخطوبة مهما حدث وبعد شهر واحد فقط تقدم لها ابن خالها مرة ثانية فوافقت الفتاة عليه وكذلك وافقت كل الأسرة باقتناع كامل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الإبن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا؟ اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت عليه فمن عاش على شيء مات عليه وكعادته لم يهتم الإبن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها أمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفن ودفن لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميلة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقول تاجر سوداني كنت أعمل في التجارة مع صديق السعودي سعود في مدينتنا بريدة وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي فقال الإمام الصلاة على الجنازة وتسألنا من المتوفي فإذا هي الصدمة إنه صديق العمر سعود صدمت بشدة وصلينا الجنازة على حبيبي وصديقي عمري رحمة الله عليه وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حسابات مادية مع أبناء سعود وورثته وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ 300 ألف ريال سعودي لأحد التجار فطلب مني التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح ولم تقبل شهادتي وصارحني ابن سعود قائلا لم يترك لنا والدي سوى 600 ألف ريال فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال دارت بي الدنيا وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة وبعد يومين لم أنم فيهما وكنت كلما أغمضت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة وكأنه ينتظر مني مساعدة فعرضت محل التجاري بما فيه من مضائع للتقبيل والبيع وجمعت كل ما أملك وكان المبلغ 450 ألف ريال فسددت دين سعود وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ 100 ألف ريال إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تزديد دين صديقي المتوفي وقال التاجر الدائن ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن وذلك لأعود لتجارتي من جديد وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد وما إن استلمت المحلين ونظفتهما إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال هذه البضائع من والد التاجر فلان يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط والنصف الباقي هدية لك أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي ثلاثة ملايين ريال تعليق أولاده فلذات كبده لم يكترث بسداد دين والدهم طبعا في الميراث والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبص صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الإبن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا؟ اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت عليه فمن عاش على شيء مات عليه وكعادته لم يهتم الإبن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفن ودفن لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم